افتتح وزير العدل المستشار عمر ماروان مقر فرع هيئة العامة لقضايا الدولة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة وتم مؤخرا تطوير وإنشاء عدد من المشروعات من بينها مشروع مبنى الهيئة بمحافظة السويس ومشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر وكذلك مشروع رفع كفاءة مبنى الهيئة بالعطارين بمحافظة الأسكندرية فضلا عن مشروعي رفع كفاءة مبنى الإدارة العامة للهيئة بالمهندسين بمحافظة الجيزة ومبنى الهيئة بحضائق أكتوبر بمحافظة الجيزة الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ربنا أكرمنا ووفانا النهاردة أننا نفتتح مبنى هيئة قضايا الدولة بحضائق أكتوبر وده صرح عظيم وكبير تم تشييده على مساحة 2115 متر من إجمال مساحة 6000 متر على قطعتين 90-91 بمنطقة حضائق أكتوبر والمبنى مكون من بدروم وأرضي وأربع أدوار متكرر والحمد لله تم تدعيمه بأفضل وسائل التكنولوجية ووسائل الحماية ومنظومات الإدفاع والحريق كان يتعين أن يكون لهيئة قضايا الدولة فرع أو أكثر في كافة محافظات وربوع مصر خاصة وأن الدستور المصري الحالي قد نص على ضرورة أن تقوم الدولة بتقريب جهات وهيئات القضائية واجهات القضاء للمواطن المصر فلذلك كان من الأهمية بمكان أن يتم إنشاء فرع جديدة أولا لكي تواكب العدد الكبير الذي يرفع في القضايا وكذلك لكي تستوعب عدد السادة أعضاء ومستشاري هيئة قضايا الدولة اشتركوا في القناة